هي أسرة مع بعضيها إبراهيم العرجاني بدأنا به لأنه هو الخبر العاجل اللي الناس بتتكلم عنه لكن الحقيقة الرأس المدبر لإبراهيم العرجاني اللي مخطط له كل حاجة اللي عامل كل حاجة اللي دلوقتي بيدير جهاز المخابرات العامة المصرية وفقا لتقرير نشره موقع عربي 21 مبارح بالليل محمود عبد الفتاح سعيد خليل السيسي نجل سيء الذكرى عبد الفتاح سعيد خليل السيسي زابط المخابرات العامة اللي على ما يبدو وفقا لتقرير عربي 21 اللي بيكشف وفقا لمصادر أن محمود السيسي أصبح هو الحاكم بأمره في المخابرات العامة المصرية وبدأ نفوذه يمتد داخل القوات المسلحة المصرية وده أمر بدأ يزعج قيادات في الجيش المصري تعالوا نشوف مع بعض التفاصيل لتقرير موقع عربي 21 طبعا محمود مالو الصورة يعني دي صورة تخيولية عبد الفتاح السيسي هنا محمود بدأ يبقى أكبر منه بشكل أو بآخر لكن الكلام اللي في موقع عربي 21 بيقول الآتي أنه في توسع نفوذ كبير جدا لمحمود السيسي داخل جهاز المخابرات العامة المصرية مؤخرا والنفوذ ده وفقا للتقرير بدأ يمتد لقطاعات وأذرع جهاز المخابرات العامة المصرية خلي بالك محمود مش مدير الجهاز مدير الجهاز هو اللواء عباس كامل المعلومات اللي بينقلها موقع عربي 21 بتؤكد وفقا لمصادر أنه فيه تهميش غير مسبوق لمين لللواء عباس كامل تخيل ذراع السيسي الأيمن تخيل الرجل الأقوى تخيل صديقه تخيل مدير مكتبه في المخابرات الحربية ووزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية عباس كامل اللي هو لازال رئيس جهاز المخابرات العامة وفقا لعربي 21 الآن بيعاني من تهميش كبير داخل الجهاز الأقوى في مصر بيقول التقرير وفقا لمصدر خاص أن محمود عبد الفتاح السيسي منذ أشهر أصبح هو المدير الفعلي لجهاز المخابرات العامة المصرية وأن عباس كامل لم يعد يحكم إلا مكتبه الصغير داخل جهاز المخابرات العامة ممكن يكون فيه ملفات تانية عباس لسه مسيطر عليها لكن وفقا لما ورد في عربي 21 أن محمود أصبح الآن في هذه اللحظة أو منذ عدة أشهر هو الآمر الناهي وهو صاحب السلطة وصاحب النفوذ المطلق داخل جهاز المخابرات العامة المصرية إيه الأدلة على ده؟ بيقول تقرير عربي 21 أن محمود السيسي دلوقتي هو اللي بيتواصل بشكل مباشر مع الأجهزة الأمنية كلها مع المؤسسات الحكومية والرسمية داخل مصر طب ما هو يمكن دي وظيفته؟ لا محمود بيتواصل معهم وفقا للتقرير باسم جهاز المخابرات العامة محمود السيسي لما بيتواصل مع أجهزة أمنية أو مؤسسات في الدولة بيديهم أوامر من غير ما يرجع لللوع عباس زي معربي 21 بيقول في التقرير طيب ممكن حد يقول طيب يا سيدي ما هو يعني ابن الرئيس وظابط في المخابرات العامة وتاني رأس في المخابرات العامة طب ما هو ده طبيعي طب ما هو ممكن اللوع عباس يكون مفوضه أو يقول له يعني يا سيادة العميد انت خد الملفات الداخلية وسيبنانا في الحاجات الخارجية ممكن لكن الحقيقة المفاجئة اللي بيقولها عربي 21 إن الرجل مش بيتعامل مع الناس إن هو مثلا بيتناقش أو بيكلم معهم بياخدوا ويدي لا محمود عبد الفتاح السيسي بيتعامل مع الأجهزة الأخرى أمنية وحكومية بفوقية واستعلاء إزاي؟ وفقا للتقرير كبار الموظفين الحكوميين بعضهم قالوا لمصادر خاصة بالتقرير إن محمود عبد الفتاح السيسي أصبح بذيء اللساء بيتعامل معهم بفوقية وبيهنهم أحيانا وبيتعامل أيضا باستعلاء شديد جدا وأحيانا كتير بيسيء ليهم وده عمل موجة غضب في أوساط المؤسسات الأمنية والحكومية فده جزء يبدو أن الراجل بحكم أنه هو ابن المؤسسة العسكرية فخلاص بيتعامل أنه هو واخد ضوء أخضر من أبوه واخد ضوء أخضر بحكم سلطته الحياة مش عارف لكن واضح أنه تعامله نفسه تعامل حقير جدا مع الناس اللي المفترض أنه هم فيه ناس أعلى منهم الجانب الآخر اللي بيتكلم عنه التقرير أن محمود مش بس بقى هو الحاكم بأمره في جهاز المخابرات العامة لا محمود بدأ يوسع نفوذه الاقتصادي بدأ يستخدم الشركات التابعة لجهاز المخابرات ويتحكم فيها وأصبح هو المرجع الأخير لها هو الأمر الناي لشركات المخابرات أي حاجة لها علاقة بملف تابع بشركة مخابرات أصبح الورق بتاعها والقرار مش في يد عباس كامل في يد محمود عبد الفتاح السيسي وفقا لتقرير عربي 21 بيقول كمان التقرير من الراجل حودة بدأ يتوسع في بعض الملفات زي إيه طبعا الملف الأبرز اللي كلنا دلوقتي بنتكلم عنه بعد 7 أكتوبر معبر رفح تحصيل الرسوم هناك عن طريق شركة هلا التابعة لبراهيم الأرجاني وده اللي بيربط الفقرة دي بالفقرة اللي فاتة بتاعت ببراهيم الأرجاني الضوء الأخضر التقارير الكتيرة جدا اللي اتكلمت ان براهيم الأرجاني وشركة هلا واخد ضوء أخضر من حد فوق والحد الفوق ده بتتكشف الخيوط يوما بعد الآخر انه هو السيد محمود عبد الفتاح السيسي العميد في جهاز المخابرات العامة المصرية الرسوم المالية الكتير اللي بتتقضاها شركة هلا اللي بيقدرها إبراهيم الأرجاني على معبر رفح الفلوس دي والحاجة دي والأوامر دي اللي بيديها هو السيد محمود عبد الفتاح السيسي وفيه اعتقاد بان محمود عبد الفتاح السيسي شريك مباشر للسيد إبراهيم الأرجاني في هذه الشركة وبالتالي في الفلوس سكاينيوز البريطانية في تقريرها اللي كان من ثلاث أسابيع قالت إن الأرجاني بيطلع مليون دولار في اليوم فتخال معاه محمود بيقسم معاه قد لكن الجزء التالت اللي بيكشفه تقرير عربي 21 وهو يتعلق بالشاحنات الإغاثية إحنا عندنا شاحنات إغاثية بتحمل مواد إغاثية طبع مؤسسات إغاثة موقع ميدل إيستاي كان قال إنه هو وثق إن براهيم الأرجاني بيأخذ منهم خمس تلاف دولار في المعبر عشان الشاحنة الوحدة تدخل بتدفع خمس تلاف دولار أمريكي في المعبر الموقع ويرتفع الرقم ده لسبعة تلاف دولار لكن الموقع بتاع عربي 21 بيقول لك وفقا لمصادر عند معبر رفح إن الشاحنات الكوميرشل بقى اللي هي التجارية فيها مواد تموينية بتدخل بتعمل بزنس تخيل معايا كده محمود عبد الفتاح السيسي وابراهيم الأرجاني بيأخذوا كام على الشاحنة الوحدة لو هما بيأخذوا على الشاحنات العادية خمس تلاف دولار طلعوا لسبعة فالشاحنة الكوميرشل بيأخذوا عليها 30 ألف دولار 30 ألف دولار على عربية الوحدة تخيل معايا السيد محمود عبد الفتاح السيسي اللي بيحكم المخابرات العميد الراجل الجامد جدا شريك إبراهيم العرجاني أو هو اللي مشغله الله أعلم بياخد كام في 30 ألف دولار على العربية الوحدة ثروة طائلة لشاب صغير موليد 82 أبوه كبره فجأة ورقاه وهو دلوقتي وفقا لعربة 21 هو اللي بيدير جهاز المخابرات العامة المصرية طبعا المعلومات والكلام ده زي ما قلت على عهد التقرير عربة 21 اللي نشره مبارح بالليل واللي عامل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي